هو ايه المدخل للتعصب يعني ايه اللي بيخليك للدرجات دي تبقى انت متعصب متشدد ودمك محروق في النهاية يا جماعة ده احنا بنتفرج على رياضة رياضة ناديين مصريين بيلعبوا مع بعض حد كسب وحد ماكسبش انا بقولك الكلام ده وانا راجل زمالكة وفيه 2-0 وانا بتكلم معاك وفعلا دمي مش محروق ولا حاجة يعني اه كان نفسي الزمالك يكسب مما لا شك فيه نفسي لكن ازعل بقى وخبط ودبدف في الارض ليه ده واحد اتنين اخلق حالة عدائية ما بيني وما بين الاهل يعني ليه دي كورة او بسكتبول او فولي او هاندبول او سباحة او ايا كان نوع رياضة العب قوة كورة الريشة سميها زي ما تسميها كورة رياضة يعني منافسات منافسات رياضية لا مجال للتعصب ولا للتشدد ولا مجال الكراهية الرياضة اصلا معمولة علشان تدوب الكراهية ما بين الفئات وما بين الناس وما بين الشعوب وما بين الامم رياضة معمولة علشان نتعامل مع بعض في منافسات لطيفة نخرج منها واحنا بنشد على ايدي بعضنا البعض بس خلاص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا اكثر ولا اقل تيجي تقولي يا عمسة لو بنلعب معه فرقة من دولة تاني برضو رياضة هتفرح لفرقتك ومنتخبك الوطني ايا كان نوع رياضة ايه وخلاص وتمام وميد فل اللي قدر الله تهزمنا الامر اللي نبحث ازاي نقدر ما نتهزمش تاني ده جزء على الاقل من تركيب اي حد اي حد لعب رياضة مش اكتفى بالتشجيع مش معناها ان المشجع وحش بس هو الرياضي يتعلم كده في حياته ان هو بيدور على نقطة الضعف اللي فيه علشان يقفلها تتحول الى نقطة قوة ويشوف نقطة الضعف اللي في الخصم ويدخل من خلالها لكن نقعد ندبدف في الارض اطلاقا شجعوا الرياضة شجعوا اللعبة الحلوة احنا ميد فل واربعتاشر مين عارف يمكن في الدائق الجاية نتعايدل ونخش دربات جزاء وممكن دربات الجزاء تصب في صالحنا قدر يا كريم فيه دربات مفيش دي فيدي دربات ده داول يفوش دربات جزاء ده يعني كل صنع وحنا طيبين على كل الدائق اللي جاية يمكن يمكن ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا